اشتركوا في القناة اخليك ايه الاخبار كاس العالم اولا كاس العالم البطولة المرادي ما نقدرش نقول انها بطولة قوية او بطولة ضعيفة بس بطولة عليها ملاحظات ممكن نقف عندها اه لو رجعنا ربع سنين وراه هنلاقي انه الاربع فرق اللي تلعهم ربع الزهبي المانيا البرازيل هولندا الارجنتين فالبطولة الحالية مفاجأتها بتلت من انه تتدي اصلا طمام عدم صعود هولندا وايطاليا اساسا فيه ثلاث يعني المانيا والبرازيل والارجنتين دول التلاتة دول ما غابوش ولا مرة عن قادل نهائي اي بطولة من سنة تلاتين فدي في حد ذاتها بداية المفاجأة وولا انت مساعدتش اصلا لمونديال البرازيل طبعا غير كده اثناء البطولة ما هي شغالة كان فيه ناس كتير بتعتبر انه خروج بعض المنتخبات الكبيرة بمثابة مفاجأات كارسية تبضل في ازهان الناس لفترة طويلة هي وفكرة العشر دائل الاخيرة وفكرة الهداف القاتلة في الوقت الاضافي اعتقد ده اللي مدي اصارة ظاهريا فقط للبطولة لكن انا شايف انه من يستحق ان يفوز فاز من يستحق ان يسعد للدر قد النهائي والنهائي هو اللي سعد يعني حراك شايف ان اكتر منتخبين استحقوا الوصول للمبرارة النهائية هم كرواتيا وفرنسا بالزبط المنتخب الفرنسي قدم اداء سبق انه صعد بين نهائي اليورو نهائي امم اوروبا اللي فاتت على ارضه بنفس الفكرة المنتخب الكرواتي هو الامتع وهو الافضل ما تحسش ان كان فيه منتخبين او منتخب واحد اقوى منهم ما صعدش حتى في وجود انجلترا وبولتيكا بالمناسبة طيب هل حراك شايف بشكل عام 2018 هو الامتع حراك ممكن يكون عصرت قبل كده بطولات عالم لكن انا بالنسبة لي كان 94 اول منديال احضره ده كان منديال في امريكا فانا بالنسبة لي شايف ان ده ممتع جدا هو منديال المنتخبات الجماعية على حساب النجمة الاوحد وبالتالي انا شايف ان هو ممتع وكمان مفاجآت محدش بيتوقع نتيجة وبتطلع صح لا دايما زي في كده مقولة بنقولها في عالم التدريب او عالم كورية الخدم ان الحلل الفنية لللاعب هي اللي بتكون فاصل في مستوى وكمان فاصل في نتيجة المباراة ده حصل فعلا في منديال 2018 هل حالك شايف ان في منديال نقدر نقارنه في 2018 ولا ده الامتع قبل كده اكيد كان فيه بس من كده احنا ما عصرناش لكن انا بتكلم في الفترة اللي احنا عصرنا فيها زي ما حرارك قلت اول حرارك مونديال عصرته كان ايه اول مونديال عصرته كان 86 ده مونديال ماردونة ده مونديال ماردونة بس بالمناسبة ما كانش بقدر امتع رعو 90 وكان فيه بطولة تانية يعني هي قريبة من 94 في البطل وهي بطولة 2002 بطولة 2002 كان فيها نفس الفكرة تقريبا بنفس الخطط اللي احنا تفرجنا على يعني زي زي يعني كابتدت تظهر ألمانيا بفريق من الشباب ابتدت تظهر البرازيل بفريق ممتع متوازن غير الفريق اللي شارك في البطولة دي طب ايه الفريق بين البرازيل في 2018 والفريق ما بين البرازيل في كوريا واليابن 2002 الفريق البرازيل يعني قبل كده كان أكثر اندباطة ولا تقلن وأسامي تقلن وأسامي بس يعني مش عارف ليه حاسس انه برضو وجود لعيبة من بوائي صدمة 2014 ده ممكن يكون أثر سلبا يعني يعني أنا كمشجع بعيدا عن فكرة أي محلق أنا بتفرج على المباراة أنا كلما بتفرج على مرسله مثلا لازم مفتكر السبعة السابعة السابعة لازم مفتكر السبعة البرازيل قدم تقريبا أقوى أداء على مستوى القرارات الستة في التصفيات صعد أول صعد من بردري طبعا بأداء وكان فريق قوي جدا اللي حصل بعد كده أنه مزيج من فكرة أنه ما كانش منضبط بشكل كبير جدا إلى جانب حاجة تانية ممكن في ناس كتير تجهالها وقال أنه فريق الأصدق كان قوي يعني منتخب بالجيكا كان منتخب قوي جدا ويعرف يعمل بباراة كويسة ويستحق أنه يكسب طبعا تجربتك للمنتخب مصر في بطولة كأس العالم هل حالك شايف أن ده نتاك طبيع بعد 28 سنة غياب عن بطولة كأس العالم أن منتخب مصر ممكن مستوى يكون بالمنظر اللي احنا شفناه وعدم وجود خبرة للعيب المنتخب في بطولات كأس العالم قبل كده يؤدي إلى هزيمة من 3 منتخابات ومنتخب رقم 31 في المطولة يليك منتخب بانما هرجع أقول أول جملة احنا بدأنا بيها كلامنا خالص إن احنا بيبقى فيه مقدمات بتؤدي نتائج كل مقدمات منتخب مصر كانت بتقولوا أنها هيخسر 3 مباراة المقدمات حتى التصفيات بالمناسبة يعني حتى الطريقة الدراماتيكية اللي احنا صعدنا بيها هي طريقة عاطفية خدناها بشكل مفرح جدا وسعيد والحمد لله جاءوا صراحة ضربة الجزاء لكن لو هنركز شوية في طبيعة المنتخب اللي احنا كنا باللعب على أرضنا وحطنا في الموقف ده هتبص تلاقي يعني منتخب مصر أقوى من كده بكتير أكبر كمان التاريخه أكبر من كده بكتير بص على المباراة الاستعدادية سعب أول فكرة إنه لو تفتكر في المباراة الاستعداد لمنديال 2018 كان حصل مشكلة في ألمانيا لأنهم من فترة طويلة جدا فأثناء فترات الاستعداد خسروا مباراة قبل المنديال على طوله من سويسرا والصحافة الألمانية هجمت لوف بشدة مطلعش أقلهم الكلام المعتاد بإن أنا بجرب كلمة بجرب دي كلمة أصلها يعني كلمة فتفاضة وبنحاول إن احنا شماعة بنحط عليها أي حاجة لكن إنت لو تتفرج على المنتخب اللي خسر مباراة ومباراة كان في بعض منها يعني مش بالصعوبة أو دي أو حتى تعادل يعني شوفنا ماتش الكويت وشوفنا ماتش الكولومبيا بلا أداء وبيلا هوية يعني أنا عكس ناس كتير شايفة أنه المشكلة في الاختيارات لا المشكلة مش في الاختيارات المشكلة في طريقة اللعب نفسها بمعنى أنه الناس كتير بتتكلم على مين أحمد جمعة وكانت بتتكلم على حسين الشحات دي نفرض أنهم موجودين في نفس الإطار والمنزومة اللي كل متفرج عليها دي تفتكر كان هيتغار شيء؟ لأ طبعا يعني أنا شايف أنا مقتنع بكلام المقدمات تدل على النتائج ويمكن عدم وجود اللعيبة يعني دي أنا شايف كمان أنه هو أفضلهم إنما ما يكونوش متواجدين الحالة النفسية للعيب منتخب مصري بعد كسل العالم أكيد محبطين جداً هتفضل في عقل كل واحد من الجمهور المصري لرابط ما بين يعني هنقول روحنا لمنديال روسيا التسعين أو أربعة وثلاثين في إطارة وتسعين و2018 مشاركة الأسوأ لمنتخب مصري في 2018 ماذا؟ وبالتالي اللعيبة اللي هتكون موجودة لازم يعني اللي هيتبقى منهم لازم بقى يمحوا الصورة في منديال القدم لو عشنا إن شاء الله ربناك تدلينا الصعود فأكيد يعني أنا باتفق مع كلام حضرتك طيب تعالي نروح نشوف الجرافيكس الخاص ببطول الكأس العالم من مباريات دور قبل النهائي حتى المباراة النهائية وإحصائيات عامة بشكل عام لها علاقة بالمنديال الأكيد نبدأ بلقاءات دور قبل النهائي ومباراة فرنسا وبالجيكا واللي انتهت دفوز فرنسا 1-0 المباراة كانت يوم الثلاثاء الماضي ومباراة يوم الأربع ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الكرواتي وكرواتيا بعد عناء ووقت إضافي يمتد للمباراة الثالثة على التوالي منتخب كرواتيا بيفوز على المنتخب الإنجليزي 2-1 دي المباراة التالت الرابع يبكرة إن شاء الله الساعة أربعة بتوقيت القاهرة ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الإنجليزي مباراة يوم الحد مباراة نهائية ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الكرواتي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة إن شاء الله تكون مباراة ممتعة جدا أهداف مونديال روسيا 2018 هاريكين 6 أهداف ورونالدو 4 أهداف ولكاكو 4 أهداف وتيرتشيف 4 أهداف هاريكين أعتقد أنه بنسبة كبيرة حسم اللقب وإحصائيات مونديال روسيا قبل بدء مباراة الثالث والرابع والمباراة النهائية عدد الهداف اللي تم تسجيلها 161 هدف متوسط الهداف لكل مباراة هدفين فصلة 6 هدف لكل مباراة وبطاقات صفراء 213 كارت أصفر ومعدل البطاقات الصفراء لكل مباراة 3.5 إنذار في المباراة و3 إنذارات ونص في المباراة وبطاقات حمراء 4 حمراء ومعدل البطاقات الحمراء لكل مباراة 0.06 كارت أحمر والتمريرات الناجحة رقم كبير جدا 47902 اعتقد انه هيتم يعني الوصول ممكن نصل لرقم خمسين الف ما اعتقدش يعني ما اعتقدش ممكن نصل لتسعة واربعين مثلا اخرنا في عدد التمريرات الناجحة لكن هنشوف المباراتين دول عدد التمريرات فيهم كام وربنا يسهل بعدها متوسط التمريرات لكل مباراة هي 772.6 في كل مباراة واحصائيات فرق المونديال افضل اكبر عدد من الهدف كان منصيب المنتخب البلجيكي 14 هدف وافضل هجوم هو المنتخب البرازيلي ب92 هجمة وافضل الممررين المنتخب الاسباني 3120 مباراة تخيل حركة لسه واخد اعلى نسبة لحد الوقت في اربع مباريات ومن لو كان يوصل لحد انت افضل دفاع هو منتخب كرواتيا ب272 يعني تصدي بقى ممكن نقول افساد للهجمات بكل الاشكال الممكنة اللي قدر يتصدي بها دفاع كرواتيا فهوصل لرقم 272 واخيرا احصائيات لعبي مونديال روسيا اكثر المحاولات نمار ب27 محاولة اكثر المسافات المقطوعة بسم الله ما شاء الله مودريتش 63 كيلو افضل التمريرات المكتملة سيرديو راموس 485 تمريرا ناجحة وافضل التصديات اللي لسه برضو بتصدر اه وتشوه حارس المكسيك ب25 تصدي وماكملش فهنمتكلم على ان المنتخب اسباني 3320 تمريرا وماكملوش فطبعا دي هدول على استراتيجية الاسبان يعني نظريت جورديولا اللي مسيطرة على عقول والهام بسي النتيجة في الاخر ما هي النتيجة طبعا ما النتيجة طيب عايز اخذ حضرتك بس كويس يعني اعتقد ده من نقل البطولات كاس العالم اللي فيها حالات طرد طبعا اربع حالات طرد فقط لغير اللي هيبعد 32 سنة لو حسبناها كده هنلاقي تقريبا ده 120 متر في دقيقة طبعا يعني ما تحسبها 63 كيلو في 6 مباريات بس هو طبعا احنا مش بنحسب على 6 احنا عندنا 3 مباريات كان فيهم وقت اضافي احنا لو حسبنا التلات وشوات هيبقى حوالي عددهم 90 دقيقة وبالتالي هي مباراة كمان فهتقول ان هو لعف 7 مباريات 63 دقيقة حوالي يعني بيجري 100 متر في الدقيقة يعني يعني رقم فيجير طبعا لكن احنا بنتكلم على لعب طبعا خالق بن موسر مرائع جدا مع ريال مدية حصل على دوري الابطال لعب متقلق لحالة نفسية كمان يعني هل حالك شايف ان هي بتفرق مع لعب كرة القدم طبعا فيه بطولات عالم مع منتخب بلاده هيبقى اللعيب العاشر ما حصلش قبل كده غير عشر لعبين هم اللي كرروها انه في سنة واحدة خد دوري ابطال اوروبا وخد كاس العالم وهو على فكرة عمليا هيبقى ثلاث لعب لان انت بتتكلم في منهم سبعة كانوا في المانيا في بايرنوم يونيك والمانيا 74 بس اكيد الحالة النفسية بتفرق الناحية التانية هتلاقي فران هتلاقي فران هتلاقي برضو الحالة النفسية فرق طبعا معاه بشكل جدير جدا حتى بعيدا عن دوري ابطال اوروبا اللعيب اللي بيبقى جاي مع انجاز في فرقته بيحاول انه ينهي الموسم بشكل كويس ما احنا شايفينه بعيدا عن ان بيعتبروا عدم حصله مع دوري ابطال اوروبا فاشل بس باشل هنا دوري وكاس دوري وكاس طبعا احنا في البداية قلنا ان الليجة الدوري الاسباني هو اللي بيسيطر على النهاية قبل كده كان الدوري الانجليزي يعني بلجيكا وانجلترا كان فيهم اكبر عدد موجود من اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الانجليزي لكنهم خرجوا من المباراة النهاية وبالتالي الليجة الاسبانية هالي بتسيطر هالي حلاك شايف ان المهارة ادرت ان هي تفوز على القوة والسرعة يعني انا بعتبر الدوري الاسباني هو دوري يعني مهاري صح دوري الامتاع دوري متعة عكس الدوري الايطالي عكس الدوري الانجليزي بيكون فيه قوة بدنية اعلى فعشان كده دايما نشوف ان اللعيبة المهارية تنجح اكتر في الدوري الاسباني صح اللاعب اللي بيعتمد على الليقتل بدنية وعلى صحته زي باللغة القرى ما بنقول بينجح أكثر في الدوري الإنجليزي هل حالك شايف أن ده يعني حاجة طبيعية أو نتاج طبيعي أن الكرة الممتعة أو الكرة المهارية أو اللعب المهاري هو اللي بينتصر على القوة والسرعة وده المفهوض أن إحنا دلوقتي يبقى عندنا قوة والسرعة إلى تنتصر على المهارة السواء كان ده اللعب المهاري أو اللعب اللي بيعتمد على قواته البدنية اللي اتنين في حد ذاتهم لازم يتم تطوعهم جوه فريق جوه خطة وقوة أطوار محددة للعيب جوه الملعب يعني بمعنى أنه مثلا على سوية المثال طيب إحنا عندنا صامويل أمتيتي واللي بيلعب جنبه والاثنين ما أعتقدش أن هم مهاريين عليين هم بدنيا عليين جدا أسكية جدا لو حررتك دايما هتبص على اختيارات برشلونة في حراسة المرموة وقلبها الدفاع ممكن نشوف أن هم مش بيتعاقتوا مع أسماء كبيرة على حساب أن لاعب يكون عنده مهارة بيعرف يطلع بكرة من تحت نقلها قدام فأنا شايف أن أمتيتي مقارنة مثلا بلعبين تانيين موجودين يعني لوفرين بيكلم على ذي آه لوفرين ده موضوع تاني خالص بمناسبة لوفرين دايما هتبص تلاقي في كاس العالم الناس كتير بتتكلم أنه فيه لعيب بيلعب كويس جدا في فرقته بس بيجي مع المنتخبة بيعملش حاجة يعني هتبص تلاقي ناس بتحط علامة استفهام على اليون الميسي على كريستريان ورونالد وعلى لعيب كتير جدا ما بيظهروه زي ما بيظهروه مع فرقهم لوفرين ده عامل العكس لوفرين ده بياخد انتقادات في ليفاربول وشايل مشاكل كتير فعلا طول الموسم إحنا كمصريين لأنه متفرج على محمد صلاح خلاص بقى 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 قريبا منتشج على ليفاربول فالمتفرج فمنشوف الفروق لا هو كان عامل كوارث طول الموسم بس هنا مع منتخب كرواتيا لا يعني مدافع تقيل مدافع تقيل جدا بس أنا شايف إن كرواتيا كخط دفاع أتقل من ليفاربول وبالتالي هو بياخد ثقة على سبيل المثال أحمد حجازي وعلى جابر في كراس العالم غلطاتهم متكررة بسبب إن منتخب مصر أنا شايف مضغوط التسعين دقيقة فبالتالي لازم الضغط يولد أخطاء عكس لو أنت بتلعب كرة هجومية فبالتالي الأخطاء هتكون قليلة أو الهجوم هيكون قليلة على خط دفاعك وحارس مرماك فده سبب من الأسباب ولا لوفرين لما بيلعب في كرواتيا بيلعب براحة أكبر من وجوده في ليفاربول أعتقد إنه بيلعب براحة أكبر بكتير لأنه مفيش ضغط جماهيري ممكن نقول إن جمهور كرواتيا بيهم إنه مش موجود زي جمهور ليفاربول موجود في كل المباراة دايما حركة عجب جمهور الإنجليزي مش بيعجبوا العجب وإن وجود محمد صراح وإن هو طبعا مأثر معهم ده حاجة إيجابية كبيرة جدا مكناش نتخال أو نحلم به فالوفرين ممكن نقول من اللاعبين اللي بتأثروا بضغط الجمهور إنه موجود مع كرواتيا عشان العدد أو تعداد السكيني أربع مليون فالجمهور لكرواتيا هقول لها حضرتك حاجة يعني بلاش نعلق عليها بس نقولها للناس هو فعلا من أوروكوي أوروكوي لما خدت كاس العالم كانت 2 مليون و2 من 10 حاجة زي كده كرواتيا أربع مليون فهي تاني أقل لمنتخ أقل لدولة يعني توصل للنهاية توصل للنهاية الله أعلم بقى ممكن تكمل بعد كده أوروكوي شاز محسن بيقول حركة مليون تسعمائة كمان أقل كمان من نسبة لحركة بتقولها هوا أخذوا بطول الكاس العالم بس في رقم بقى عنده كرواتيا عايزين نقف عنده الأربع مليون و4 من 10 دول عندهم فوق 530 ألف لاعب ولعبة كرة قدم وسبلين برازيل عرف كم برازيل عدد لعب المحترفة كان في الاتحاد ده شعب 2 مليون شعب بس البرازيل عدد سكانها كبير طبعا بس أنا أتكلم على اللعيبة يعني أنا أتكلم على ربع تقريبا تعداد سكان الكرواتي أقوم ألعب كورو القدم بزبط لا يعني أقال طبعا لكن في النهاية رقم رقم كبير جدا متوازنة على حوالي 1300 نادي فيهم عدد أكبر من فرق الكروية المختلفة سواء سيدات أو رجال فده كله معناه أنه هنرجع تاني لنفس الجملة اللي بنقولها أن في مقدمات ما فيش حد بيطلق بيعمل بطولة بالشكل ده بالصدفة ما نقدرش نتكلم حوالي فكرة أن مسيرة الدانمارك في 92 أو حتى زي ما حراركو تبتكلم في الجزء اللي هولدي من الحلقة على تجربة اليونان دي أعتقد صعب جدا تتكرر في كاس العرب يعني فكرة أن فريق يطلق مش كرواتيا ممكن يعني محدش كان متوقع من تخب كرواتيا أن يوصل للمباراة النهائية قلنا نهاية بأحصان السود كالعادة زي ما احنا بنرشحها لكن بالمستوى إحنا شوفنا ده كمان يعني تكسب الأرجنتين تسع نقاط من ثلاث مباريات ثلاث لقاءات منهم لقائين بضربات الجزاء وتقلق للحرس مرمس وبسيتش لأن أعتقد ممكن ياخد أفضل حرس في البطولة وبعد كده خسارة بعدين كمان الغريب حراك في إيه إن الثلاث لقاءات بيخسروا وبيرجعوا يجيبوا هدفوا بيكسبوا فده مرش علاقة أنا من وجهة نظري ده مرش علاقة بجانب اللاقة بدنية ده ليه علاقة بإيمان داخلي جوه اللعيبة والمداربين أو جوه مدارب واللعبين إن هم مؤمنين بنفسهم قوي وعارفين إن هم يقدروا يعملوا حاجة وإن هم واخدين عهد على نفسهم مش هنطلع من الملعب إلا وإحنا إما ميتين إما إحنا كاسبانين فأنا شايف ده يعني أنا بحاول أراب شوية تجربة بحاول طبعا مش زي بعض بس بحاول أراب إن هي فيها إيه عرف حلاك هي قصة ناجحة قصة فيها لا للمستحيل بالظبط فده لنا يعني الحلم إحنا لو اكتفينا في الوقت البقاء من الحلقة إن إحنا نتكلم بعيدا عن بلجيكا وإنجلترا وحتى فرنسا اللي هي تعتبر حاليا المراشح الأول للفوز بالمباراة لو اكتفينا بالكلام عن كرواتيا تستحق عارف حلاك عارف شعار منتخب كرواتيا إيه كان على دولة صغيرة بأحلام كبيرة حتى السلوجن مش أي كده يعني مش أي كلام مخلاص عشان خاطر مضطرين نعمل لا هم فعلا نقوا حاجة تتناسب معهم مذكرين قصص النجاح ما بتصنعهاش غير التفاصيل البسيط التفاصيل البسيطة اللي هي إيه يجوا عندهم أول مباراة قدام نيجيريا والمدرب بمنتهى البساطة بيجي في آخر دقيقتين بيدي أوامره يواحد من أكبر نجوم الفريق كالينيتش كالينيتش لسبب بيحصل عندنا هنا في مصر كتير بدون ذكر أسماء والمناسبة هو ما اعتردش عليه في وشه ولا شاء ألا أنا مصاب مش آذر بالزبط حجة يعني اللي هو حجة نص لبا زي ما بنقول المدرب بعد المباراة على طول رحله ده هو ما طلبش حلو تخيل انت شعور كالينيتش ده لو كسبوا كسر عليهم مبقى ايه لا هو أصلا شعوره دلوقتي هو بيتفرج عليهم في كل من وراء ويكونوا خسرانين ويكسبوا ويرجعوا ورئيسة كورواتيا موجودة نكلم في تفصيلة تاني فيدا فيدا بعد الفوز على روسيا بس أنا بس أنا بصراحة أنا مختلف أنا مختلف مع فيدا في الطريقة اللي هو بيتعامل بها والفيديوهات المعادية بالزبط بالزبط بس في النهاية يعني ازاي يتعامل معه اتحاد الكورة في بلده وازاي يتعامل معه بص حراك أنا آسف أنا بقى تقلق حراك بس كان صورة مهمة جدا عليها يعني with fire in our hearts for Croatia all as one كل فوق يعني ولوبنا وهي يعني بالبغلغة الكورة ولوبنا كلها حماس وكلها قوة وكلها يعني إثارة لكرواتيا كلنا واحد فبنتكلم على إن دايما شعار كرواتيا حتى على حتى على الأوتوبيس أو حتى على الشعارات اللي موجودة في كرواتيا على أي صورة أو أي حد بيحط حاجة لي علاقة بالسوشيال ميديا في كرواتيا دايما بنلاقي إن هو بيتكلم في قصة إن إحنا كلنا واحد مش بتكلم على إن مودريتش نجمريل مدريد هو نا لا 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 طبعا أنا بحاول بس إننا ترجمها في سياق الكورة مش ترجمة حرفية فهوما طبعا يعني بيتكلموا إن دايما لعب كرة القدم هو قلب يعني موضوع في ده وهي فكرة الفيديو اللي طلع فيه بعد ما كسبه روسيا وقال نشرح بس الأول إن في حرب ما بين أوكرانيا وروسيا على الحدود فيه تواطر سياسي في ده كان بيلعب أصلا في دينامو كيف في أوكرانيا وطلع بعد مع كرواتيا كسبت روسيا وقال المجد الأوكراني طيب نكمل القصة ممكن لكن هنروح بسرعة لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مع الأستاذ وليد فاروق علشان نكمل قصة في ده وقصة التدخل في كرة بالسياسة أرد فعل الفيفا وأرد فعل كرواتيا تجاه اللاعب لكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناة الأهل والإسلام كاملين كلامنا على المباراة التالة الرابع وأيضا مباراة نهائية ما بين فرنسا وكرواتيا مع ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ وليد فاروق الناقض الرياضي بالأهرام ستريكم نحن نتكلم قبل الفاصل على متخب كرواتيا وفيدا المدافع وبعد مباراته الأخيرة عمل مباراة روسيا في دور الثمانية تكلم على أزمة كرواتيا أزمة أزمة أوكرانيا مع روسيا والإدلاء بتصريحات من خلال فيديو تكلم فيه على أوكرانيا هو مالش غير جملة واحدة هو تلعب ويحتفل ويقول فالتحيا أوكرانيا طبعا الجمهور في روسيا غضب جدا وسائل الأعلام هناك تريد تكلم الفيفا باعتبر أن ده خلط بين كورا والسياسة والفيفا فعلا غرامه التفاصيل اللي نتكلم عليها وهي أنه قبل مالفيفا تغرامه بص حضرتك الانتحاد الكرواتي عملي الإداري اللي صور له الفيديو في يوم هترحل موضوع يعني ناس بص حالك زي ما احنا قلنا هنفضل المتفقين دايما المقدمات المقدمات تدل على نتاج تفاصيل تم ترحيله فورا تم ترحيله مين بقى رئيس الاتحاد اللي خد القرار أصلا جزء من التفاصيل السورة كلها على بعضها رئيس الاتحاد كرواتيا هو ديفر سكر نجموهم التاريخي اللي عارف كويس جدا لما جي كرئيس الاتحاد هو هدفه هو هدفه محو صورة 98 في مونديال 98 هم خسروا 3 و 4 وقدام فرنسا بالمناسبة كانوا متكاسبرين 1-0 سكر ده هو اللي حط الجن ليليام ترام حط جنين وفرنسا صعدت ده بيحاولوا غيروا دلوقتي تعليق حضرتك على اجتماع الحكومة الكرواتية بزي منتخب كرواتيا تعليق حضرتك ايه يعني على المنظر الرائع اللي احنا شايفينه ده انه هم بيجتمعوا في اجتماع على السن بعد ما المنتخب صعد المباراة النهائية في صورة تعكس كلمة كلنا مع كرواتيا في المباراة النهائية ايا كان احنا مين بنعمل ايه احنا كلنا وراء اكبر تاريخ ومجد طول الكرواتيا يعني موصح لك كرواتيا ممكن تكون سياسيا مثلا يعني عندها اتفائيات كتير وهنا وهناك لكن كرة القدم هتعمل اللي السياسة مش هتقدر تعمله اسم كرواتيا في العالم كله بيتقال عشان لعبك كرة القدم فبالتالي ده اللي الحكومة ترجمته بدت ان هي تاخد بالها ان احنا كمان كجمهور مش بس كحكومة لا احنا لازم نكون مساندين هو بقوة في اي اجتماع رسمي بالعالم بيشوفه ان احنا كمان مؤيدين عشان اللعيبة تشوف ما هو ازاي يحصل تواصل ما بين الجمهور ما بين اللعيبة وبين الحكومة الرئيسة موجودة هناك لكن المنظر ده يعني اكيد طريق خضرتك عليه سحر عشان كده الكورة سحر بس هنا هم هنا عندهم هدفي اول هدف ان احنا من نرش تشكك في نوايا الناس هم اكيد عندهم حب وانتماء لبلدهم وده ملوش علاقة بفكرة كورة القدم بالمناسبة يعني ممكن في جزء منهم يكونوا ما بيفهمش أسسا في الكورة وممكن جزء منهم بس بلدهم موجودة بس بلدهم موجودة يعني موجودة في كورة يد في كورة قدم في كورة سلة هو مع البلد أسنان صراطنا احنا كنت بتلاقي الشوارع مالذي لنا مش شرط يكونوا كلهم بفهم فكورة صح وفي رسالة تانية ليه علاقة بان كورة القدم دلوقتي اقتصاد اقتصاد وقرام انت عشت انت اقتصاديا مش ممكن كورة يبعد سعودها الكاس العام وفرنسا نهاية الكاس العام وفرنسا يعني الرئيس الفرنسي بيوجه رسالة للعبيد منتخب فرنسا انه انت عاش الاقتصاد الفرنسي في اديكم ده غير طبعا رسائل سياسية كتير يعني فيه بعضهم بيستغلها سواء بقى لمصلحة بلادو او بيستغلها لمصلحة الشخصية بس في النهاية فيه دور كبير جد روسيا صرفت 11 مليار على تحديث منشآت موجودة اصلا يعني مش هتبتدي من الاول لأ منشآت موجودة اصلا صرفت لها 11 مليار هتكسب تقريبا قده الفكرة مش فكرة انها بتعمل بطولة حلوة عشان تلمي الناس مشروع اقتصادي طيب لأتي بان احنا بنتكلم على الرئيس فرنسا وانه مش بس اتكلم على عيبة فرنسا على انه هم الانتعاشة الاقتصادية في ايديهم بلفوز بكأس العالم هنتكلم في نوتو تانية الرئيس الفرنسي عملها يعني عايز اعرف حضرتك او عايز اعرف من حضرتك تقول لي هو المفهوض اللي هي ما كده رئيس فرنسا ولا رئيس الاتحاد الفرنسي بدعوة بايه وكوتسيني للمباراة النهائية طبعا هنشرح للناس ان هم كانوا مصابين في نهاية الموسم وبالتالي لم يتم استدعاههم مع المنتخب الفرنسي وراحت عليهم بطولة كأس العالم فهل ده دور الرئيس ولا ممكن نشوف فعلا الرئيس نفس فكرة كروتيا انه عايز يجمع الشعب والعيبة وكل الاطياف والديانات والالوان ورا منتخب فرنسا يوم الحد الاتنين وردين يا جد الاحتمالين وردين الاحتمال انه هو اصلي مش هات رئيس خالص الاحتمال وردين يعني احتمال انه يكون ده غلط احتمال انه يكون اللي هو عمله ده غلط وبالمناسبة صحف هناك ما بتسبش يا يعني بكرة ولا بعد وبعد ما الخبر ده طلع ممكن نخش في اي صحف فرنسية القايمة طويلة جدا ده فيه منتخب بص يا كتب انا عدت كتبت دي شامب استعمى حوالي تمانين لعب تمانين او في الست سنين اللي فعتوا حلو او من التمانين لعب دول لما هتجيب النجوم اللي لسه نجوم وهو قرر انه يستغني عنهم وفيهم ناس كانوا احطتهم في القايمة اللي احتجيتها لما تفرج عليهم يعني هتفرج على طبعا مش عايزون نقف شوية عند كريم بنزينا لان هو كان كده كده بنزينا مش هيتاخد لأسباب تاني خلص هتكلم علي بيلي احنا عرفينا لكازات ارسنال يعني تخيل مثلا من فرانك ريبري كان فاتح الباب بقاله فترة كبيرة جدا حول ان هو ممكن يرجع اه يرجع ومحدش محدش كلمه لكازات ده ستين مليون مدفوعة من ارسنال مرسيلا وعمل على فكرة بعد ما راح في انتقلات الشتوية عمل يعني خياسا بمستوى الارسنال المتزاب زيب عمل عمل يعني اداء كويس كان فارق مع ارسنال وكان فارق وما اتخدش مرسيلا اللعب منشستر يونيتد ما اتخدش تخيل بقى لانجيب ورابيو اللي هما الاتنين اللي راحوا برشلونا او في تعقودات مع برشلونا مفروض الايام دي ما اخدهمش كتير جدا جدا لعيبة كتير يعني كانجس اللي لعب برنوم يونيخ صح ما اتخدش ساسكو اللي هو لعب توتن هام ما اتخدش كتير جدا بس احنا مش هنقف عند اللي ما اتخدوش دول السبب بسيط انه الفكرة فكرة منظومة هل هو يقدر يفيده في خطته اللي هو حاططها ولا لا لو احنا هنتكلم على لعيبة ما اتخدش بمناسبة ان حرارك جبت لي سيرة منتخب مصر في الاول وقلت لي كان فيه لعيبة ممكن تفرق تفتكر انه فيه لعيبة ممكن يفرق مع منتخب اكتر ما ايكاردي 29 هدف وهدف الدور الايطالي وما هدوش ومش ايكاردي بس ايكاردي وديبالا ديبالا هلأ قعدوا بس خدوا لا بس كان يعني كان على الرف لا لا هنتكلم على الكورس اللي عملها ما هو اساسا اجوير وملعبش يعني المباراة فاصلة وخصرا وملعبش بس في النهاية ايكاردي ما اتخدش اصلا وشايف انه مش هيمشي معي طيب المبارات فرنسا كرواتيا سريعا مين اللي هيفوز فرنسا ولا كرواتيا فرنسا ولا كرواتيا طيب يعني توقع يعني على الورق لكن ما اللي نجدعو بالله يحصل يوم المطش من وجه نظر حضرتك سريعا من وجه نظري اعتقد فرنسا هتستغل على الورق فرنسا انا اتفق معك فرنسا اقرب للفوز اقرب للفوز اه يعني هنشوف ايه ممكن كرواتيا طبعا مفاجئات كتيرة جدا وكل حاجة وردة في عالم قلت القدم اللي استاذ وليد فاروق بشكرك شكرا جزيلا شرفتيني ونورتين على وجودك معي واستمتعت بي الحديث عن بطول الكاس العالم وكيد ان شاء الله كون موجود معي في حلقات قادمة شكرا شكرا كنا مع حضراتكم من الساعة عشرة حتى الساعة اتناشر في المونديال على قناة الالي وتكلمنا بشكل عام على مباراة بكرة ان شاء الله لا يكون ما بين انجلترا وبلجيكا الثالث والرابع الساعة اربعة بتويت القاهرة وايضا مباراة يوم الحد النهائي المونديال 2018 روسيا ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الكرواتي الساعة خمسة بتويت القاهرة بكرة ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم في نفس المعاد في المونديال على قناة الاهرين نشوفكم بكرة على خير وتصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة